مذعا نزلت أحمد شكرا صلى ودعا وبها استبشر قال الله عدوك ابتر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الكلام في لطائف قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر اللطيفة الأولى مستفادة من بعض الروايات الواردة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل أعطاه أعطاه ثلاثة أشياء هي من أعظم النعم الإلهية النازل من السماء من الملكوت منها أعطاه فاطمة أعطاه الكوثر ومنها القرآن ومنها ليلة القدر ثلاثة أشياء من أقدس وأعظم الأشياء التي الله عز وجل أنزلها من الملكوت إلى الملك وأكثرها نفعا وبركة وهذا يعزز ما ذكرناه سابقا من أن المقصود بالكوثر هي فاطمة كل المعاني الأخرى التي ذكرها المفسرون وأهل اللغة إما ترجع إليها وإما هي غير صحيحة لاحظوا مثلا من الروايات هذه الرواية يرويها الشيخ ابن شهراشوب في كتابه المناقب عن الإمام الحسن عليه السلام أن النبي لما رأى في منامه تخطب بن أمية هذه بقرينة الروايات الأخرى أنهم كانوا يقفزون على منبر النبي ويخطبون في الناس النبي رأاهم في الرؤية هكذا القرآن هم أشار إلى ذلك يخطب بن أمية واحد بعد واحد فحزن النبي صلى الله عليه وآله فنزل جبرايل بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وإنا أنزلناه في ليلة القدر فأعطاه فأعطاه الله عز وجل الكوثر من جهة وأنزل عليه القرآن من هذه الجهة عندنا هم روايات تقول من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر أدرك نزول القرآن القرآن الذي نزل في هذه الليلة من يدرك حق فاطمة يبلغ هذا المقام إذن هي ثلاثة عطايا إلهية من أقدس وأنفع ما جعله الله عز وجل في هذا العالم مترابط مع بعضها هي سلسلة روحية مقدسة متكاملة فاطمة والقرآن وليلة القدر رواية ثانية يرويها أنس هذه الرواية بطرق الفريقين واردة ليست من طرقنا فقط قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفائه يعني غفوة بسيطة بناء على أن المراد بالإغفاء هنا هي الغفوة البسيطة ثم رفع رأسه متبسما النبي صلى الله عليه وآله فقلت أنس يقول فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ سورة الكوثر لهاي الرواية تعبد الرواية الأولى قال النبي صلى الله عليه وآله أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلى شن المراد بالكوثر قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير شنه هو هذا النهر لاحظوا هنا التعبير العجيب اللي هذا يحتاج إلى شرح في البداية يقول النبي هو نهر وعدنيه ربي ثم يقول هو حوضي يفسر النهر بالحوض هو حوضي تارد عليه أمتي يوم القيامة أمتي مو الناس آنيته عدد نجوم السماء الأواني اللي الناس تشرف فيها كثيرة فيختلج القرن سأقول شنو معنات هذا فيختلج القرن منهم فأقول يا ربي إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك القرن كل جماعة من الناس يعيشون في زمن واحد يسموهم قرن مأخوذة من الاقتران القرن القرن اللي هم يقولون مئة سنة كل مئة سنة قرن لأن الناس في هذا العصر في هذه المئة يشتركون في الزمان النبي صلى الله عليه وآله يقول أكو جماعة من أمتي هذول بالقرن يكونون يأتون إلى الحوض الله عز وجل يذودهم يختلج يختلج يعني يميل الخليج هم يسموه خليج لأنه يميل عن أصل البحر يسموه خليج هؤلاء قوم بالقرن يأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله فيختلجون يعني يذادون وينحون عن وصولهم إلى الكوثر وبالقرن شنو يشير إلى أي معنى يشير إلى جماعة الصحابة هم اللي كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يشتركون في زمان واحد يأتون يوم القيامة ليشربوا من الحوض يذادون يخلجون فحينما يسأل النبي هذا سؤال سؤال العارف حتى تظهر الحقيقة إلى أنس وأمثال أنس اللي جالسين في المجلس ومنهم تصل إلينا قال ما أحدث أنك لا تدري ما أحدث من بعدك أنك لا تدري هذا لتعظيم الفعل الذي فعلوه في العرف هالشكل متداول إذا فرد شخص يريد يشتكي من ظلامة واحد يقول ما تدري شنو سوى بي هذا يقول هكذا لتعظيم الفعل لا تدري مو معناته أن النبي لا يعلم النبي يعلم بس لأجل بيان عظمة ما يرتكبوه في هذه القضية شنو الشيء الذي يرتكبوه في رواية أخرى تفسر لنا هذا المعنى هاي الرواية في الدر المنثور من مصادر العامة للسيوطي أيضا يرويها أنس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال قد أعطيت الكوثر لاحظوا إذن ثلاث روايات النبي يقول أعطيت الكوثر هذا يعزز ما ذكرناه في أحد الأبحاث أن السور القرآنية والآيات القرآنية نزل بعضها أكثر من مرة هذا يعزز هذا المعنى مثلا آية التطهير حوالي ست مرات نزلت مو مرة واحد آيها سورة الكوثر الآن ثلاث روايات كلها تقول أعطيت الكوثر نزلت الكوثر معناه أنها نزلت أكثر من مرة وهذا له تفاسير وحكمة الآن نحن مو في محل وحثها لكن في تفسير سورة القدر هناك ذكرنا الحكمة فيقول النبي صلى الله عليه وآله يبادر أنس لما دخل عليه بادره النبي بهذا القول قد أعطيت الكوثر قلت يا رسول الله ما الكوثر شنو المقصود به قال نهر في الجنة هنا قال حوضي هنا يقول نهر في الجنة لا يشربه من أخفى ذمتي ولا من قتل أهل بيتي هاي هنا لخص هذا الحديث لخص معنى الحديث السابق اللي هؤلاء ما أحدثوا بعدك يا رسول الله أخفوا ذمة النبي يعني نكثوا عقودهم عهودهم نقضوا العهود مع النبي وقتلوا أهل بيته ومن هم أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين وذريته فليستغرب المسلم اليوم حينما يلاحظ مثل هاي الروايات هاي الرواية في الدر المنثور وتلك الرواية أيضا واردة بطرق الفريقين مو بس بطرقنا حينما يقال بعض الصحابة أحدثوا بعد النبي لا يستغرب لأن هذا حديث أيضا من طرقهم يفسر معنى ما أحدث بعد النبي نقضوا العهود وقتلوا أهل بيته ومن قتل أهل بيت النبي يصل إلى الكوثر يشرب من نهر الجنة عصلا يدخل الجنة حتى يشرب من نهر الجنة في الخصال مما علمه أمير المؤمنين هذا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه رضي مما علمه أمير المؤمنين لأصحابه هذه العبارة توحي بأن هذا من المعاني الخاصة التي الإمام انطه لأصحابه ليس لعموم الناس قال لهم تنافسوا في لقائنا على الحوض لاحظوا العبارة هنا ما يقول اسعوا لبلوغكم إلى الحوض تنافسوا في لقائنا على الحوض يعني أصل البلوغ إلى الحوض مضمون لكم بس انتوا تنافسوا في السرعة وفي المقام هذا يوحي بهذا المعنى فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحباءنا وأولياءنا لاحظوا هنا نهم العطف هو بيقتضي المغايرة قال أحباء وأولياء الأولياء أصحاب المقامات الأعلى من مجرد المحبين من شرب منه شربه لم يضمأ بعدها أبدا وهو الكوثر أمير المؤمنين هذا المعنى يشير إلى ماذا يشير إلى قضية مهمة قول علي الأكبر عليه السلام في يوم عاشوراء حينما استشهد ماذا قال سقاني جدي من يده شربة لا أضمأ بعدها أبدا هذه الرواية تقول معناه سقاه من الكوثر من شرب منه شربه لا يضمأ بعدها أبدا لاحظوا شون أكو تناغم في النصوص الشرعية وكلمات المعصومين من أهل البيت تطابق بعضها البعض ماكو تفاوت بينها ماكو تباين واحد يفسر الآخر كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا كلمات المعصومين يفسر بعضها بعضا إذن من مجموع هذا يتضح بأن الخصائص الموجودة في الكوثر سواء أخذ بمعنى النهر أو أخذ بمعنى الحوض يتطابق في آثاره وخصائصه مع شخصية فاطمة سلام الله فالذي يفسر الكوثر بغير هذا التفسير خالف كل هذه القرائن التي ذكرناها ثلاث مباحث محاضرات جاي نتكلم عن القرائن التي تفيد بأن الكوثر هي فاطمة مع أنهم ما قالوا به ولكن ينبغي القول به إن قال قائل إذا كان هذا لماذا السورة أبهمت معنى الكوثر قالت إنا أعطيناك الكوثر ما فسرت شن المقصود بالكوثر إذا بهذا المعنى بهذا الوضوح تقولون إذن لماذا أبهم في السورة الكوثر الجواب نقضا وحلا أما نقضا اسم النبي أما ذكر في السورة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ واحد يشك في أن المعطي هو الله عز وجل مع أنه ما قال لفظ الجلالة ولا ذكره بالاسم ذكره بالضمير وذكر المعطى إليه وهو النبي بالضمير فما ذكر الكوثر بكل تفصيله وإنما ذكره الصفة لأن العناية هنا للصفة الحكم هنا للصفة يريد أن يبين بأن هذا العطاء كثير النفع ينتفع به الأولون والآخرون لا يبقى أحد في هذا العالم لا تكوينا ولا تشريعا محروم من عطاء هذا الكوثر حتى الرسالات السماوية السابقة والنبوات السابقة كلها قامت على هذا الكوثر وفي الآخرة كل الناس حتى من يخلط في الجنة ببركة الكوثر يشرب من الكوثر فيخلط في الجنة ولا يضمأ بعده أبدا فهذا أولا جواب النقضي ثانيا جواب حل يأكو إذا كان أكو قرينة في داخل السورة تبين المعنى المراد بعد هذا وجود القرينة هي كالتصريح شنو هي القرينة إن شانئك هو الأبتر هذا لا ينسجم لا تنسجم هذه الآية إلا بتفسير الكوثر بفاطمة اللي منها تنشأ ذرية النبي صلى الله عليه وآله الأمر الثاني حتى يرجع الناس إلى المعصوم وهذه حكمة كبيرة في القرآن الكريم أنه لا يصرح بالأشياء دائما بوضوحها وإنما يذكرها بنحو الإشارة أم حتى من جهة عقول الناس تشتغل تفكر مو تتلقى الأمور هكذا تلقي وإنما تتدبر لذلك الباري عز وجل قال أفلا يتدبرون حتى الناس تعرف شغل مخه شغل عقله هذه هي فرط حكمة أن الإنسان الله عز وجل وهبه العقل حتى يفكر حتى يتعقل الأمور فيؤمن بالأشياء إيمان وعي إيمان معرفة عند الله عز وجل المؤمن القوي الذي يأخذ إيمانه عن معرفة خير بكثير من المؤمن الضعيف الذي يأخذ إيمانه فقط عن اتباعه من دون وعي إذا عرضت عليه شبهة ضللته وإذا انصدم في بعض الوقايع ربما تخلى عن إيمانه القوة الحقيقية في الإيمان إذا كان الإيمان أن تعقل أن تفكر ومن جهة ثانية حتى يرسخ مكانة المعصوم في الناس لذلك الناس يسمعون الكوثر يفتهمون شنو معناة كوثر هو صيغة فوعل يدل على كثرة الخير ولكن شنو المراد به يسألون النبي ما المراد بالكوثر يسألون أمير المؤمنين ما المراد بالكوثر شخصية المعصوم ومكانة المعصوم تترسخ في الناس يصير هو المرجع لعلومهم ولفكرهم إذا لا يرسخ القرآن هذا المعنى الاجتهادات والظنون الشخصية تخترق المعاني وتلاحظون أنتم المخالفون اشقد عندهم في بيان معاني القرآن من تفاسير بالرأي بالظنون بخلاف التفاسير المستند إلى ما ورد عن المعصوم عنه قضية جوهرية في فهم معاني القرآن هذا هم جواب هذه الشبهة في الاحتجاج روا هذه الرواية أن محاورة جرت بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المحاورة يظهر بأن الكوثر ليست عبارة مختصة بالقرآن الكريم فقط وإنما كانت موجودة عند أهل الديانات كإسم فاطمة أهل عليه وآله فكانوا يتبركون بإسمها منها أم أمير المؤمنين شنو اسمها فاطمة قبل ولادة فاطمة اسمها فاطمة صلى الله عليه وآله نوح خير منك اليهود يقولون هكذا فقال النبي ولم ذلك ليش نوح أفضل مني قالوا لأنه ركب على السفينة فجرت على الجود كناية عن أنك ما حصلت لك فرد معجزة مثل معجزة نوح قال النبي صلى الله عليه وآله لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك قالوا وما ذاك قال إن الله عز وجل أعطاني نهرا في الجنة مجراه من تحت العرش هسه طوفان نوح مجراه من من الأرض ومن مطر السماء أما النهر اللي أعطي النبي شنو من تحت العرش وعليه وعليه ألف ألف قصر أما أما طوفان نوح شنو مح الأرض وما فيها من بناء ألف ألف قصر لبن من ذهب ولبن من فضة هذه القصور من ذهب ومن فضة مبنية حشيشها الزعفران يعني النبات اللي في هذه القصور الزعفران هذا هم إلا فلسفة ولي يجزع فران ورضراض ها الدر والياقود الرضراض يعني الأحجار الصغيرة الناعمة وأرض ها المسك الأبيض هذه القصور فذلك خير لي ولأمتي يعني خير من شنو من المعجز اللي جاء بها موح عليه السلام وذلك قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر إذن هذا مواحد من المعاني لما أخبرهم النبي بذلك قالوا صدقته هو مكتوب في التوراة وهذا خير من ذلك أقر بهذه الحقيقة إذن تلاحظون أن الكوثر فرد بفهوم ساري في كل هذه الأشياء وبهذه القصور اللي الناس تسكنها من الموالين من المحبين أكو أكو فرد واحد غير المحب لفاطمة والموالي لفاطمة يسكن في هذه القصور لا أحد يشرب من حوض الكوثر إلا ببركتها ولا أحد يسكن في قصور الجنة إلا ببركتها هذه الرواية في الاحتجاج الموجودة اللي يريد يشوف اللطيفة الثانية في مقابل الكوثر في القرآن الكريم أكو سورة تقابل الكوثر هذه لأهل القلوب فيها عظة كبيرة شنو الشيء الذي يقابل سورة الكوثر سورة التكاثر والفرق كبير بين السورتين من حيث الموضوع من حيث الغاية من حيث الأثار الكوثر خير كثير دائم مستقر لا ينقطع عن الناس مصيره الجنة والمواهب الإلهية العظيمة هو مدار الولاية لمحمد وآل محمد عليكم الصلاة وصلي على محمد وآل محمد أما التكاثر تكاثر في الأموال وفي الأولاد يرتبط في عالم الدنيا فقط الله عز وجل يقول إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرْ يرتقي العبد مقابل هذا العطاء أما في التكاثر يقول أَلْهَاكُمْ التكاثر بعد حتى زُرْتُمْ مقابل إِشْجَدْأَكُ فَرِقْ بين الكوثر وبين التكاثر أولياء الله مع الكوثر وأعداؤه مع التكاثر فليعرف الإنسان في أي طريق يمضي طريق الكوثر شيء منهاجه شيء وطريق التكاثر منهاجه شيء آخر إذن التكاثر مظهر التفاخر والغفل عن الله أَلْهَاكُمْ التكاثر إذا الإنسان ينتبه النفس يشوف هو مجغول بالتكاثر لو هو مجغول بالكوثر هو بمن مجغول بماذا مجغول جمع المال من التكاثر اللهث واللهف وراء المناصب والمقامات الدنيوية من التكاثر التوغل في الدنيا هذا من التكاثر الله عز وجل يقول أَلْهَاكُمْ أَلْهَاكُمْ شايف الصبي لما الصبي الصغير يعطها فرد لعبة يلتهي بها البشر هميجي إذن إذن شغلوا بالمال والمناصب والدنيا يلهيهم التكاثر عن شنو عن أنفسهم وعن ربهم إلى أن يدركه الموت استوى يصحى من نوم حتى زرتم المقام شي عجيب في هذه السورة أكو إذن في هذا هم إشارة إلى أهل المعرفة إلى أهل القلوب طلبوا المعالي والمعارف وسموه المقامات والدرجات بالارتباط بالكوثر الانفكاك عن هذا انحدار تسافل وقوع في التكاثر هذه هم لطيفة ثانية تستفاد من هذه الآية المباركة اللطيفة الثالثة في عقاء الكوثر الله عز وجل أبضل جملة من الدعاوة التي كانت تقوم عليها الثقافة الجاهلية بنت شنو الجناية اللي مسويها أنه ولدت له أنثى هاي الثقافة دماء كثيرة سفكت عليها بعضهم بعضهم هو وحده حسب بعض الروايات أكثر من ثلاثين بنت دسها في التراب وحده ثقافة ثقافة ما توزن بميزان ما تقاس بحساب من القسوة والجفوة زين في مقابل هيشي مجتمع يعتبر ولادة البنت سواد وجه ويروح يدسها في التراب الله عز وجل يقول لأعظم خلقه إنا أعطيناك الكوثر هذه فرد قضية ما توصف في صدمتها النفسية والفكرية لذاك المجتمع أعطاه بنتا هي أصل كل هذه الخيرات والبركات الله عز وجل بهذه السورة أبطل هذه الدعواء لاحظوا أن نقول لكم بعض الروايات حتى نعرف إش قد أكو تفاوت بين قيم الدين وقيم غير الدين حتى في أبسط الأمور حتى بالنسبة إلى البنت إلى المرأة اللي عادة لا تخلو البيوت من بنات ولكن لاحظوا إش قد أكو تفاوت بين الثقافة الدينية للتعامل مع البنت وثقافة الجاهلية أشرف خلق الله بعد رسول الله وأمير المؤمنين الصديق الكبرى فاطمة في ثواب الأعمال أن النبي صلى الله عليه وآله لما بشر بفاطمة عليه السلام السهؤلاء إذا كان أحدهم يبشر بالأنثى يسود وجهه رسول الله لما بشر بفاطمة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم جهل فقال أمها من أعانى ويقول مجهه مجهه مؤنسات مؤنسات مفليات أليس كذلك إذا في مفليات إلى معنيين هذا فرد معنى من تنظيف الشعر وجود البنات في البيت واحد من أسباب النظافة ومن معانيه رقة الشعر الفل يقال لرقة الشعر البنات خصوصا الصغيرات شايفينهم يقرون كلمات ويقرون أشعار إلى الطفون الجو داخل البيت اللي ما عنده ذرية بنات خليسأل من الله يعطيه ذرية بنات واللي عنده ابنية خليعرف قدرها لا يضربها لا يؤذيها لا يظلم إذا عنده أخت إذا عنده أم في حديث آخر من دخل السوق لاحظوا تعاليم الدين جد عظيمة والناس جد بحاجة إلى مثل هذه التعاليم خصوصا في هذه الأيام اللي قساوة القلوب صايرة فالظاهرة في تعامل البشر من دخل السوق فاشترى تحفة التحفة يعني الشيء اللي له قيمة حس ربما يكون حلوى ربما يكون فرد قنية معينة تحفة فحملها إلى عياله هاي هم فضل وبركات الآباء في تعاملهم مع الهوائلهم كان كحامل الصدقة إلى قوم محاويج يعني هاي البضاعة اللي الأب يشتريها من السوق ينقلها الأهل بمنزلة الصدقة إلى المحتاجين وهو الحق هم هكذا لأن عيال الرجل بحاجة إليه طعامهم ولباسهم وشؤونهم فالأب ليستصعب هذا الأمر على عياله لأنه بمنزلة الصدقة زين وليبدأ لمن يصل الأب إلى البيت وشايلويات تحفة فليبدأ بالإناث قبل الذكور ينطي أول للبنات فإنه من فرح ابنته لاحظوا العجب هنا من فرح من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل شكد واحد يعتق رقبة من ولد إسماعيل السهنانة أكو خصوصية لولد إسماعيل ربما من الخصوصيات أن يكون هذا الولد من أبناء الأنبياء بهذه العظمة بهذا الثواب يحصل من فرح ابنته فويل لمن يحرم ابنته من خيره من عطائه وويل من يحرم ابنته من ميراثها لهذه عادة جاهلية في بعض الأسر موجودة للأسف يحرمون البنت من الميراث بتسويلات من الشيطان الله عز وجل جعل لها حصة هذا يرفض أن يعطي هذه الحصة هذه فرد عادة جاهلية الله عز وجل بقوله إنا أعطيناك الكوثر هدمها القرآن بعد وهدم فكرة أخرى كانت تعشعش في أذهان هؤلاء بأن قوة الرجل ووجاهة الرجل بكثرة أولاده الذكور الله عز وجل يقول العبرة ليست في كثرة الذكور العبرة في النفع الكثير وهذه بنت واحدة الله عز وجل جعل خيرها ممتدا إلى عمق الزمان والمكان روايات أخرى أعزز هذا الكلام من هذه الروايات هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الحسنات يثاب عليها حتى لو الأب ما يدري ما سامع بهذا الحديث بس يدير بال على البنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها ربيت عدل ابنك لو ما ربيت عدل ابنك بكرة إذا راح يمين وراح شمال أنت مسؤول عنه في تفسير العياشي عن الحسد ابن سعيد اللحم أو اللحم قال أقول هذه الرواية وأختم بعد الكلام قال ولدت لرجل من أصحابنا جارية بنت فدخل على أبي عبد الله عليه السلام على الإمام الصادق اللي يبدو أن بعض الناس هذه الآثار ما للثقافة الجاهلية سارية بهم حتى في زمان الإمام الصادق وحتى في زمان بعض الأسر عن جهل وعن ضعف إيمان هم يعتبرون أن البنات فرد منقص وفيها مشاكل اجتماعية كثيرة فدخل هذا الرجل اللي ولدت له بنت على أبي عبد الله عليه السلام فرآه مسخطا يعني زأج أو مسخطا هم تقرأ فقال له أبو عبد الله عليه السلام أرأيت قب إمام بعد يعرف ما في القلوب وما في الخواطر أرأيت لو أن الله أوحى إليك بأني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تفعل الله عز وجل يختار لك الوليد لو أنت تختار الوليد شو تسوي قال كنت أقول يا رب تختار لي أنت تختار لي إحنان يبين على أن قلب طيب بس فقاف تغلط فكرة غلط بس قلب طيب قال فإن الله قد اختار لك شنو اختار لك أعطاك ابني ما أعطاك ولد الله لما يعطيك بنت وما يعطيك ولد يعرف مصلح لك لو ما يعرف مصلح لك عالم حين كان مع موسى هذا الغلام الذي قتله في سورة الكهف الغلام الذي قتله العالم حين كان مع موسى عليه السلام في قوله تعالى فأردنا أن يبدله ما ربهما خيرا منه زكاة وَأَقْرَبُ طول يعني هي أنجبت بعض الأنبياء والأنبياء أنجبوا بعض الأنبياء طولا سبعين نبيا فالإنسان لازم يفتح أقل وقلب على المفاهيم الإلهية هاي الاجتهادات والضنون والثقافات الجاهلية اللي يتخرب حياة الإنسان هاي نوع من الشرنقة الإنسان لازم ينفك منها حتى يعيش سعيد مرتاح بنت واحدة أنجبت هكذا وبنت واحدة لرسول الله كل هذا العالم طوع أمرها حتى الأنبياء والنبوات السابقة دارت على معرفتها من اللي يجرأ يقول أنا نبي ولا يعرف حق فاطمة هنا أقرب رحمة الآية تقول أقرب رحمة فعلا فعلا هما كذا عادة البنات أكثر رحمة من الأولاد حتى بالنسبة للآباء والأموات هم هذول الآباء اللي بعضهم يتذمر يتذمر هكذا نية نية طلاب إبراهيم ليش تبكيه عند موته هذه هم بها فلسفة ليش إبراهيم يطلب بنت تبكيه عند موته الولد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله رأى النعم والغذاء يهوي إلى الأرض ببركة البنات يعني رزق الآباء أيضا على البنات إنا أعطيناك الكوثر لاحظوا من ذاك المقام المعنوي الرفيع الله عز وجل هم يعلم البشر يغير المفاهيم الجاهلية اللي موجودة عندهم أن البنت فرد هم الله عز وجل يقول البنت كوثر كثيرة النفع نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين مذعا نزلت أحمد شكرا صلى ودعا وبها استبشر قال صلى الله عدو كبتر إِنَّا عَطَيْنَاكَ الكوثر إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ عَطَيْنَاكَ عَطَيْنَاكَ